بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين المشاهدون الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج أهل الذكر أرحب بكم وأرحب بضيف البرنامج فضيلة شيخ صالح ابن عمر الشرفي إمام وخطيب مسجد جامع عمر بن مكلة مرحبا بكم فضيلة شيخ مرحبا بك أخي الحبيب أبا أحمد أشاء الله جل وعلا أن يبارك فيك وفي جهود الإخوة القائمين على قناة حضر موت الفضائي فضيلة شيخ جاء الإسلام بشريعة عظيمة يصلح عليها أمر الناس في كل زمان ومكان وفي شتى المجالات فالشريعة الإسلامية لها خصائص ولها صفات من أهم الخصائص والصفات التي تتميز بها الشريعة الإسلامية اليسر ورفع الحرج نعم قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم إذن شيخنا الفاضل هل لا حدثتمونا في مستهلي هذه الحلقة عن أبرز مظاهر التيسير في الشريعة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد الذي ابتعثه الله جل وعلا بشريعة سمحة فوضع بها عن أمته الأغلال والأصار وفرق ببعثته بين طريق أهل اليمين وطريق أهل اليسار صلى الله عليه وعلى وسلم ما تعاقب الليل والنهار لا شك أن شريعة الإسلام هي مبنية على المصلحة وعلى الرحمة وعلى الحكمة وعلى السهولة وعلى اليسر وربنا تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة وقال صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث بهريرة الذي عند البخاري إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فهذه الشريعة الإسلامية وهذا الدين الحنيف مبني على اليسر وعلى السهولة ولهذا قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا أسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ومظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية وأسباب التيسير كثيرة تكلم عليها أهل العلم كالإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام وكذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الموافقات وتيسير الشريعة في مجالات كثيرة من هذه المجالات في باب الطهارة فإن الله جل وعلا يسهر علينا في أبواب الطهارة عدة تيسيرات ومن جملة ذلك أن الله جل وعلا أباح للمسلم أن يعدل عن الماء إلى التيمم إذا كان الماء يضره أو يزيد في مرضه أو إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم فأقام التيمم مقام الوضوب الماء وكذلك في باب الصلاة قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم وأسقط الله جله على بعض الشرايط عند العجز واستنبط العلماء قاعدة كلية وعظيمة أن المشقة تجلب التيسير وأنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره ولهذا نجد مثلا من رخص السفر القصر وكذلك تخفيف الصلاة فالله جل وعلا خفف عن الصائم إذا كان مسافرا أو كان مريضا أن يفتر ثم يقضي عدة من أيام أخر كذلك خفف الله جل وعلا علينا فأباح لنا المس على القفين وأباح لنا القصر في السفر بشرطه وكذلك خفف علينا في باب الحج فلم يجب علينا الحج في العمر إلا مرة واحدة لمن كان مستطيعا لذلك وهناك مظاهر تسير في الحج كثيرة جدا منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز للضعف هو العجزة أن يتحركوا من مزلفة بعد منتصف الليل ورخص للحائض أن تنفر بدون طواف وداع رخص للحائض كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العذار أن يتركوا المبيتة بميناء ليالي التشريق هذه كلها من رخص الشارع الحكيم رفقا بأمة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي الرحمة ونبي الهدى قال الله جل وعلا في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكان يحب اليسرى والتيسير لأمته في باب المعاملات فقال رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اقتضى سمحا إذا اشترى التيسير كثير أيها الإخوة في الله في باب التوبة لم يشق ربنا عز وجل علينا في باب التوبة كما شق على من كان قبلنا فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم فخفف الله جل وعلا علينا في باب التوبة وهذه من نعم الله عز وجل علينا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم جزاكم الله خيرا شيخنا الفضل أو جزد في هذه المسألة مسألة اليسر في الشريعة الإسلامية حتى نستغل هذه الدقائق دقائق وقت البرنامج نستعرض الرسائل التي وردت إلى البرنامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي الواتساب بالتحديد طبعا الرسائل الكثيرة التي وردت إلى البرنامج ربما لا نستطيع أن نستوعبها في حلقة واحدة لكن نحاول أن نستوعب قدر الإمكان ما يتيسر منها ويعذرون المتابعين والمشاهدين الذين لم نستعرض أسئلتهم سنستعرضها في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى ومن الموافقات الطيبة أن البرنامج تجاوز حدود اليمن شيخنا الفاضل هذه رسالة من الأخ المشاهد من الجزائر الأخ محمد من الجزائر يقول دخلت المسجد قبل إقامة صلاة الصبح بدقيقتين وأردت أن أصلي ركعتين فهل أعقد النية على أنها تحية المسجد أم راتبة الفجر الذي أراه في هذه المسألة أن الداخل إلى المسجد يعني قبل إقامة صلاة الفجر إذا كان الوقت لا يسع إلا بأن يصلي ركعته أو أن يصلي ركعته سنة الفجر القبلية فعليه أن ينوي سنة الفجر القبلية وتدخل تحية المسجد تبعا لها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين الصبح أو ركعتين السنة هذه وتحية المسجد المراد منها أن الإنسان لا يجلس إلا إذا صلى ركعتين وتحصل تحية المسجد بأي ركعتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بقتادة يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فنصف قهاءنا الشافعية وغيرهم من أهل العلم أن تحية المسجد تدخل من جملة أي ركعتين وخصوصا إذا كانت سنة الفجر هذه القبلية نعم جزاكم الله خيرا معنا عمر من المكلة تفضل يا عمر السلام عليكم ما سنلوك تفضل ممكن نسأل الشيخ معك الشيخ صالح شرفي تفضل الله يسلمك أقول لك المرأة التي تستخدم حبوب عشان تقطع الدور عليها في رمضان هل يعني قضى عليها والصومة يعني تمام نعم جايك سؤال مضح يا عمر شكرا هذه المرأة التي تستخدم حبوب يعني نجول العادة طبعا هذه الحبوب اختلفة في حكم استعمالها ونحن نقول لا بأس باستخدامها إذا لم يكن في ذلك مضرة على المرأة من جهة صحتها وإذا استخدمتها المرأة وارتفعت الحيضة في أثناء استخدامها وقامت ببعض العبادات كصيام الصلاة فإن عبادتها صحيحة ولا يلزمها أن تقضي هذه العبادة طالما أن الدم ليس موجودا هذا الجواب حول هذا السؤال الذي سأله أخونا عمر نعم الأخ عمر من المكلة أيضا شيخ صالح هذه رسالة من موريتانيا من الأخ محمد الحبيب من موريتانيا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو الدعاء من الشيخ نعم ما شهر الله أن يفتع عليه وما شهر الله أن يرفع قدره آمين معاكم محمد الحبيب من موريتانيا يقول ما حكم من صلى النافلة ركعتين ثم قام لثالثة نعم وقرأ الفاتحة ثم تذكر ماذا يفعل هذه المسألة محل خلاب بين العلماء عندنا في مذهب الشافعية أن الإنسان لو نوى أن يصلي ركعتين ثم قام إلى ثالثة فإن هذه الثالثة التي لم ينويها قبل قيامه غير معتد بها فعليه أن يعود إلى تشهده في الركعة الثانية وعليه أن يسجد سجدتي السهو وتصح صلاته بإذن الله عز وجل هذه الركعة التي زادها قبل أن ينويها عند نهوضه هذه غير معتد بها وعليه أن يعود إلى تشهده ثم يسلم نعم جزاكم الله بخيرا معنا عبدالله من وادي عمد تفضلي عبدالله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مساء الخير مساء نور معنا سواء للشيخ صار تفضلك هل يجوز إزالة شعر اليدين أو رجلين من النساء؟ طيب تمام تسمع الإجابة إن شاء الله الشعور عند العلماء ثلاثة أقسام هناك شعر يجب إزالته مثل شعر العانة وشعر الإفطين وهناك شعر يحرم إزالته مثل شعر اللحية لا يجوز إزالة وحلق اللحية وهناك شعر مسكوت عنه مثل الشعور التي تكون على اليدين أو على الساقين أو على الرقبة أو على الصدر هل يجوز للرجل أو المرأة أن يزيل مثل هذه الشعور؟ هذه المسألة محلو خلافة بين العلماء من العلماء من قال لا يجوز لأن إزالتها فيه تغيير لخلق الله ومن العلماء من قال إنه يجوز ذلك لأن هذه الشعور مسكوت عن حكمها وما سكت عنه الشارع الحكيم فهو عفو وأنا أميل إلى أنه لباس بإزالتها خصوصا إذا احتاج إلى ذلك إذا احتاج إلى ذلك وهو فتوى سماحة الوالد شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى نعم جزاكم الله خيرا هذه رسالة من أم ريان تقول تشاجرت مع زوجي وحلف بالطلق أنها ما تخرج تقصد من البيت لكنها خرجت في اليوم الثاني زوجها سأل قالوا له تحسب طلقا تقول ثاني مرة قال أنت طالق 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 وقت قضب سأل قالوا له كفارة يمين في المرة الثالثة تقول تشاجرنا حلف أني ما أخرج قال حرام طلق بثلاث نفاذ ما تخرجي لو خرجتي على هذا الباب أنت طالق وأني خرجت قال أنه كان يريد تحديد فقط والله هذه المشألة طبعا العلماء يحيلونها إلى جهة القضاء حتى يستمع من الطرفين لأنه ربما يحصل تناكر أما قضية أنه طلق في حال غضبه ثم أفتي أن هذه كفارة يمين فيها هذا خطأ لأن طلاق الغضبان إما أن يقع على مذهب الإمامي أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام بن تيمي وبالقيم وجماعة من المتعخرين وإما أنه يقع فقضية أنه يفتأ في من طلق وهو غضبان أن عليه كفارة يمين هذه فتوى خاطئة لكن المسألة الأخرى لو علق الطلاق بالشرط قال إن خرجتي من البيت فأنت طالق بالثلاث هنا جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق المعلق بالشرط إذا وقع الشرط وقع المشروط إذا خرجت أو كلمت فلانا الشيء الذي علق الطلاق عليه إذا خالفت زوجها في شرطه فإن الطلاق يقع عند جمهور أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة هناك من ذهب وهذا حتى في الفتاة والتي اختيرت للسلطنة القعيطية أن الطلاق المعلق بالشرط إذا قصد التهديد والوعيد أو الحث أو المنع فإن صاحبها إذا خالفت زوجته هذا الشرط فعليه أن يكفره كفارة يمين نعم يكفره كفارة يمين يطعم عشر مساكين لكل مسكين وجبة إما غدا وإما عشاء فلو قال الرجل لزوجته إن كلمت فلانا وإن خرجت من البيت فأنت طالق ثم خرجت وعصته وخالفته في شرطه فيأتي السؤال هل يقع الطلاق أم لا جمهور أهل العلم يقعونه نعم ولكن الفتو عنده كثير من المتأخين وهذا الذي نفتي به الناش أنه ينظر إلى قصده إن قصد الطلاق حسبت عليه طلقة وإن قصد التهديد هذه يكفره كفارة يمين يطعم عشر مساكين أو يكسوهم بما يسر عورتهم نعم نعم جزاكم الله بخيرا معنا أبو حمزة من صنعه أبو حمزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الشيء؟ يا مرحبا يا هلو مش هلو يا أخي العديد معنا واحد يعني رفنا ستينا بينه وعم يعني هربت زوجي فخ والسود على أنه يعني حرم وطلق نعم على أنها ما تخرج من بيت بعد ما بد شاب عمه بيت نعم ونسبه في البيت نعم وبعدها قام والده من النوت لما عرف القضية قام أصرحهم يعني قال خلاص يابني سليها كثير وكلا وكابر فوق صيح فوق والده والوالد رجع بعد الحرام الطلاق والحرام يعني أنا استفسرت من الزوج على أنه قفل الطلاق فرجع قال خلاص يعني أنا أذن تمش يعني خلاص روحي فهل وقع الطلاق عليه أو ما وقع حسب الطلق هذا أو لأنه استعدى لها أو كي يعني نعم طيب 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 يا أبا حمزة تسمى الإجابة إن شاء الله هذه طبعا مشألة الاستثناء في الطلاق يعني هل يرفع الاستثناء أو يرفع الشرط في الطلاق طبعا إذا قال لزوجته إن كلمت فلان أو إذا خرجت فأنت طالق نعم ثم أراد منها أن تخرج وأذن لها بالخروج طبعا إذا قصد الطلاق تحسب طلقة إذا أذن لها بالخروج وقال لها ما تخرجي إن خرجت فأنت طالق ثم قال لها أخرجي واضح إن شاء الله نعم فهنا يقع الطلاق هذا إذا قصده أما إذا قصد في تحديده لها أنها لا تخرج إلا بإذنه هكذا كان في نيته نعم واضح إذا خرجت بدون إذنه فهي طالق فإذا أذن لها وقد قصد في نيته ذلك فأخروجها إن شاء الله وتعالى صحيح وليس عليها أي حكم يتعلق بالطلاق نعم جزاكم الله خيرا عبد الرحمن محمد صالح يقول استخدام البخاخ في نهار رمضان البخاخ اختلف المعاصرون فيه بعض العلماء يعلل عدم القول بتفطير البخاخ أنه مثل الغاز مثل الهوى الذي يستنشقه الإنسان وغاية ما يصل إليه هذا البخاخ إلى الصدر ولا يصل إلى المعدة وجعلوه من جنس ما يبقى في فمي الصائم من المضمضة أو من بعض آثار السواك وبعضهم علل القول بعدم التفطير به إلى أنه ليس في معنى الأكل والشرب هناك تعليلات عند القائلين بعدم القول بتفطير البخاخ هذا وذهب بعض أهل العلم إلى أن البخاخ هذا يفطع وأن له سائل وأن هذا السائل يتخطى حدود الصدر ونحن الذي نفت به وما أفت به جماعة من أهل العلم أن البخاخ لا يفطر وأن غاية ما يصل هذا البخاخ إلى الصدر ونحترم القول الآخر الذي يقول بتفطير الصائم إذا استخدمه واستعمل هذا البخاخ نعم جزاً خيراً معنا أبو محمد من سيئون تفضل يا أبا محمد أبو محمد ألو السلام عليكم وعليكم السلام عليكم زوجتك يعني وأنت طاهر يعني طيب 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 بدون شهوة تمام 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 تسمع يا أبو محمد شكراً طبعاً نجوز للرجل أن يمس زوجته أنه أحلى أولاً أن يستمتع بها لك أن الأخ يرسل يقول هل لمسوا الزوجة هل ينقض الوضوء نعم هذه المسألة محل خلاف بين العلماء عندنا في مذب الشافعية أن إلتقاء بشرتين إلتقاء بشرتين نعم واضح رجل وامرأة من غير حائل هذه المسألة عندنا في المذهب تنقض الوضوء فإذا مس الرجل زوجته والتقت البشر طبعاً استثنوا السن والشعر والظفر قال إذا مسها في شعرها أو في ظفرها فهذا لا ينقض الوضوء على كل المسألة هذه فيها خمسة أقوال لأهل العلم والراجح من أقوال لأهل العلم نحن نقول هذه المسائل اتباعاً وليس تقليداً المذهب يرى أن إذا مس الرجل زوجته فإن وضوه ينتقض وكلهم دائرون على هذه الآية لكن الآية التي في قوله جل وعلا ولمستم النساء والمسألة خلافية بين الصحابة أنفسهم واضح لأن ابن مسعود وابن عمر يريان أن لمس النساء المراد هو الجس باليد وابن عباس يرى أن لمس النساء المراد به الجماع والراجح هو مذهب لما محمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام بن تيمية أن الرجل إذا مس زوجته فإن وضوه لا ينتقض لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة وهو متوذى ولا يحدث وضوءاً وجاء أيضاً عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في قيام الليل يغمز عائشة برجله وكانت معترضة أمام اعتراض الجنازة لكن الشافية قالوا احتمال أنه غمزها بحائل فقال الشوكان رحمه الله الإمام الصنعان هذا فيه شيء من التكلف من أين هذا الدعاء الاحتمال في هذا الحديث أنه كان هناك حائل فالأصل إجراء النص على ظاهري وهذا الذي يظهر لي في هذه المسألة وإن كان المعتمد عندنا في المذهب أن لمس الزوجة ينقض الوضوء لكن الراجح أنه لا ينقض الوضوء نعم جزايا الله خيرا فصلت في هذه المسألة نعم معنا سالم تفضل يا سالم سالم سيوة تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا مسأل شربي تفضل أنت على هوا تفضل هل يجوز تجعل والدة ممتوقف هل يجوز حج الوالدة قد حجه ولم يحج طيب طيب سنجيب الحج عن الغير طبعا إذا كان أبوك هذا مات وقد وجب عليه الحج في أثناء حياتي بأن كان مستطيعا إلا أنه سوف وأخر في الحج حتى مات نعم فهنا يجب الحج عنه من تركته تخرج حجه من تركته بعض الناس الأسف الشديد يستعجلون في قسمة الميراث فإذا كان على الميت هذا حقوق لله كالزكوات أو عليه حجة أو عليه كفرات فيجب أن تخرج حقوق الله وحقوق الناس إذا عليه الديون فإذا مات الرجل وكان قد وجب عليه الحج لاستطاعته في أثناء حيات لكن أخر حتى مات فهنا يجب الحج عنه وأن تخرج حجته من تركته هذا هو مذهب الحنابل أو مذهب الشافعية في هذه المسلة خلافا للمالكية قالوا لا يحج عنه إلا إذا أوصى بذلك نعم جزاكم الله خيرا معنا أم محمد من الشحر تفضلي أم محمد وعليكم السلام ورحمة الله نكلم الشاه معك الشيخ صالح الشرفي أولا شكرا على ما تقدمونه أولا ثانيا عندي سؤال إذا كنا دخل وقت الصلاة وكنا في أماكن مفتوحة نحن النساء زي البحر أو مكان ساحة وكذا ودخل وقت الصلاة فيكون المكان فيه رجال واجد وكذا فنحن نحتاج نصلي بس لوجوهنا ما نقدر نفتحه عادي لو صلينا وجوهنا مفتوحة طيب منقفل قصدي ببرقة تمام تمام تسمعيني يا محمد شكرا هذا السؤال مهم جدا لأن كثير من النساء ربما يقعنا في مثل هذا تخرج المرأة إلى بعض الأماكن المزدحمة بالناس وتحضرها الصلاة في مثل هذا الحال يجب على المرأة إذا أمامها رجال أجانب أن تغطي وجهها في أثناء صلاتها لأن كشف الوجه فتنة فربما يعني حصل لها فتنة في أثناء صلاتها فلهذا قال العلماء إذا كانت المرأة بحضرة الرجال فإنها تزدل على وجهها وتغطي وجهها ولا حرج عليها في ذلك نعم جزاكم الله خيرا عبد الرحمن أيضا محمد صالح متابع للبرنامج يقول أيهما أفضل أثناء تشيع الجنازة الذكر أم السكوت طبعا السكوت هذا هو هدي السلف كانوا يكرهون رفع الأصوات بالذكر في الجنائز وعند الذكر وعند الحرب هذا لا ينبغي للإنسان وجاء في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار وإنما ينبغي على الناس أن يكونوا خاشعين متضرعين لله متأملين في عاقبة أمورهم وأما رفع الأصوات فهذه من البدع والمحدثات التي ربما يفعلها بعض الناس نعم جزاكم الله خيرا هذا متابع للبرنامج يقول كثرة المنظمات في اليمن واستطاعت أن تستقطب الكثير من الشباب نساء ورجالا وتسافر بهم من منطقة إلى أخرى مع غياب المحارم نرجو إضاح ذلك يعني أثار ذلك على الأسرة والمجتمع بالنسبة للمنظمات طبعا أنا عندي أن المنظمات قسمان منظمات يعني مشبوهة في أجنداتها يراد من خلالها استقطاب الرجال والنشاء ولهم أهداف عقدية وربما يريدون تذويب الفوارق بين الجنسين وتذويب عقيدة الأولى والبرى وكذلك سلخ المسلم من دينه وعقيدته وأخلاقه هذه المنظمات المشبوهة لا يجوز التعامل معها ولا يجوز أيضا السماح لها بالدخول في أراضي أهل الإسلام هناك منظمات بعد النظر إلى منهجها إلى أعمالها بعيدة وخالية من هذه الأفكار ومن هذه الأجندات المشبوهة والخطيرة فهنا يتعامل معها بشيء من الحذر وشيء من الاحتراس ولا نحرم التعامل مع الكفار حتى لا نكون غالين في الحكم في ذلك نحن دين الله وسط فنبين الحق بعلم وحكمة وعدل ولا يجرم أنكم شنان وقوم على لا تعدلوا هناك بالفعل استقطابات من قبل بعض المنظمات لبعض الفتيات وبعض الشباب تحت عدة شعرات ومسميات مما آل أن بعض هؤلاء ربما طعن في الدين وطعن في العلماء وطعن في تعاليم الإسلام هذه المنظمات يجب أن توقف ولا يسمح لها بنشر أجنداتها ولا أعمالها نحن في غني عنها ولكن المنظمات التي يستفيد منها أهل الإسلام بدون مضرة عليهم فلا بأس إن شاء الله تعالى بالتعامل معهم نعم جزاكم الله خيرا معنا أم زيد من سيئون أم زيد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السؤال نحكم الصلاة المعموم إذا الإمام لم يجهر بتكبيرة الإحرام صلاة المعموم إذا الإمام لم يجهر بتكبيرة الإحرام تمام بالنسبة للصلاة الصلاة صحيحة طالما أن الإمام قد كبر تكبيرة الإحرام ولكنه لم يجهر بها فصلاة المأموم صحيحة لأن رفع الصوت هذا ليس بواجب عند جمهور أهل العلم أن يرفع الصوت بالتكبير لكن الواجب والركن هو تكبير الإحرام فإذا كبر الإمام ولكن لم يرفع صوته فصلاة المأموم صحيحة وصلاة أيضا صحيحة جزاكم الله وخيرا شيخ صالح نستأذنكم في فاصل قصير أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة البرنامج إبقوا معنا مرحبا بكم مجددا عزائي المشاهدين في حلقة هذا اليوم من برنامج الشريعة معذرة من برنامج أهل الذكر وضيفنا هو فضيلة الشيخ صالح ابن عمر الشرفي إمام وخطيب مسجد جامع عمر بالمكلة الشيخ صالح هذا سؤال من متابع أيضا للبرنامج يقول ما حكم لبس العدسات للزينة لبس العدسات للزينة طبعا إن كانت العدسات هذه للحاجة فيجوز لبسها وإن كان الشال يقصد لبس العدسات هذه الملونة للتزين فإذا كان للزوج فلا بأس بذلك لكن الشان كل الشان أن تلبسها المرأة لقصد الغش أو الخداع لبعض الخطاب وأخشى ما أخشى في لبس العدسات هذه ما ذكره بعض أهل العلم من قضية الخوف من أن تصب في عينيها إذا قربت وجهها إلى عند أشياء حارة فبعض أهل العلم كره ذلك وشيخ شيوخنا الشيخ عبدالعز بن باز يقول لا حوال تركها لكن لا نستطيع أن نحرمها لأن الله جل وعلا أنكر على من حرم زينة الله التي أباحها لعباد قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق فلا يجوز الإنسان أن يحرم شيئا لم يأتي النص بتحريمه فالأصل في الزينة الحل إلا إذا خرجت إلى جهة تشبه بالكفار أو أدت إلى ارتكاب بعض المحاذير الشرعية فهنا تمنع منها أو من لبسها نعم جزاك مضاء وخيرا معنا عوض من الشحر تفضل يا عوض عوض السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي بعض من الأخوة يقولون أن صلاة الجماعة ليس واجبة طيب تسمع الإجابة من الشيخ طبعا صلاة الجماعة خلاب بين العلماء في المسألة هذه ثلاثة أقوال للفقهاء هناك قول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية وهناك قول عندنا في المذهب طبعا أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة والراجح أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجل البالغ العاقل فيجب عليها أن يصلي الصلاة في جماعة لأن الله جل وعلا لم يسقطها حتى في الحرب وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث بهريرة لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجل فيأم بالناس ثم أمر رجالا يذهب إلى أولئك الذين لا يشهدون الصلاة فيحرقون عليهم بيوتهم فهم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة في جماعة وجاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر وإن كان الإمام الدار قطن يرجح وقف هذا الحديث على كل الأدلة الصريحة والصحيح تدل على أن صلاة الجماعة واجب وهذه رواية على الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيميه بن القيم وجماعة من المتأخرين هذا الذي تعضجه الأدلة ولهذا جاعني بن مسعود أنه قال في صلاة الجماعة وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخْلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقْ مَعْلُومُ النِّفَاقْ فلا يجوز التساهل في أمر صلاة الجماعة نعم جزاكم الله وخيرا معنا علي من الغرفة تفضل يا علي ألو يا أهلا وسهلا كيفكم يا شيخ طيبين يا مرحبا يا مرحبا مشغل أبغات للشيخ لو سمحت فضل يا أخانا علي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة في بعضهم يا شيخ يقول ما بين قابره ومن بريه روضة من رياض الجنة فأيهما الأصح في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متحمدا فليتبوى مغعده من النار أفتونا ما يورين أزاكم الله خير فتوى تكون مقنعة للناس الذي يقولون ما بين قابره ومن بره روضة من رياض الجنة وهل هذا الحديث صحيح أفتونا ما يورين أزاكم الله خير شكرا شكرا يا علي شكرا جزيلا سؤال وجيه طبعا هذا السؤال سؤال وارد وقد بحث جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام من تيمية هذه اللفظة ما بين قبري وبيتي روضة من رياض الجنة هو الثابت عن النبي عليه وسلم ما بين من بري وما بين بيتي روضة من رياض الجنة أما لفظة قبري هذه فلم تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وقد تكلم عليها وعلها العلامة المحدث الكبير الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في بعض كتبه هذه اللفظة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة وليس ما بين قبري وبيتي روضة من رياض الجنة هذه الروضة الشريفة التي يصلي فيها الناس نعم الروضة يستحب كثير من أهل العلم أن يصلي الإنسان فيها ركعتين وإن لم يأتي بخصوص هاتين الركعتين شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنها روضة من رياض الجنة نعم جزاكم الله خيرا نور من المكلة تفضلي يا نور أنت على الهوى تفضلي يا نور تفضلي نور أنت على الهوى تفضلي يا نور دائما نكرر هذه الملاحظة للإنسان يكون جاهز لما يطلع الهوى مع البرنامج هذا علي بن جميل رسالة عبر الواتساب يقول أعرض بضاعة من تاجر وأقوم بجمع حجوزات وأضع فائدة بسيطة بعد ذلك أخذ البضاعة من التاجر وأعطي كل شخص حقه هل هذا جائز مع العلم أن التاجر يعرض بضاعته ويضع فائدة فيها طبعا هذه الطريقة وهذه الصور التي ذكر أخونا علي إذا كان يقصد أنه يعقد بيعا مع هؤلاء الزباين ثم يشتري البضاعة فهذا أمر لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يبيع ما ليس عنده وأن يبيع ما لا يملك فالمخرج في مثل هذه الصورة للأخ علي أنه يستلم مبالغ هذه البضاعات حتى يدخل في بيع السلم فإن بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقل أما أنه يشل بعض الأموال وبعض الأرباع ثم يشتري البضاعة فهذا باع ما لا يملكه وهذه الصورة لا تجوز أبدا نعم جزاكم الله وخيرا معنا علي من شبام أو سعيد من شبام تفضل يا سعيد تفضل يا سعيد السلام عليكم وعليكم الشلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله وخيرا يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله عندنا سؤال أنا موظف أيها نعم موظف في دارة الكهرباء طيب ننزل للصلاة يعني الساعة 12 واربع واربع يعني 12 وعشر منذ قبل إقامة الصلاة لأمثيل قريب من الكهرباء يعني بعد حوالي 30 مجرر ورحمة هل يجوز هذا النقر ورحمة الدوامة أو مهين طيب طيب شكرا يا سعيد تسمع الإجابة إن شاء الله يا مرحبا يجوز له بل يجب عليها أن يشهد الصلاة في جماعة إلا إذا ترتب على تركه لهذا المكان خطورة في جانب الكهرباء ربما تحصل حرائق أو التماسات نعم فهنا معذور في التخلف عن حضور صلاة الجماعة أما إذا كان حضوره لصلاة الجماعة لا يترتب عليه أي مفسدة في نطاق عمله فهنا يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة وأن يشهدها نعم جزاكم الله بخيرا هذه أم عبد الله من حضر موت تقول هل يجوز للمرأة أن تشاهد الرجل في التلفزيون نظر المرأة إلى الرجل إذا كان بدون تلذذ وبدون شهوه يجوز ما في مانع من ذلك فرق بين أن تنظر المرأة إلى عورة الرجل وفرق بين أن تنظر المرأة إلى الرجل فإذا نظرت المرأة إلى الرجل بدون تلذذ ولا فتنة جازة ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عائشة رضي الله تعالى عنها ورفعها حتى تنظر إلى الأحباش ولما جاءت فاطمة بن تقيس تسعى للنبي عليه الصلاة والسلام على بعض المسائل المتعلقة بالعدة قال اعتدي في بيتي ابن أم مكتوم وكان رجل أعمى فكانت تنظر إليه فنظر المرأة إلى الرجل بدون تلذذ وبدون شهوه هذا جائز لكن إذا كان نظر للتمتع بوجهه أو بمحاسنه فهذا لا يجلس أبدا نعم جزاكم الله وخيرا معنا سالم من رخية سالم تفضل مرحبا سالم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا سوال وأقدمها للشيء تفضل تفضل يا أخي سوال أخي ما أحكم من يوتسف المسيق ما أحكم من يوتسف المسيق ما فهمنا سوال الكلمة عدها يعني ما أحكم من يوتسف في المسيق يعني يناموا ليش ربما يقصد يستخدم الواتس أب يستخدم التليفون السوال يا أخي ليش سوال واضح الكلمة هذه ماذا تقصد بها يوتسف يقول يوتسف يعني يستخدم الواتس أب إذا كان لمصلحة وليحاجة لا بأس بذلك وإلا الأصل أن الإنشان إذا دخل المسجد فعليه أن يشتغل بذكر الله وأن يشتغل بنوافل العبادات المساعد لم تبنى لقضية الاطلاع على المسائل الدنيوية أو الحديث الجانبي أو الواتس أب مثل ما يفعله كثير من الشباب كل واحد يأخذ له زاوية ويقلس في الواتس أب فيضيع لنفسه وقتا مباركا ينبغي على الإنشان أن يستفيد من وقته خصوصا إذا دخل إلى بيت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بي عن ذكر الله أنا شاء الله أن نجعل منهم آمين آمين يا رب أيضا معبد الله من حضر موت تقول هل يجوز للحائض أن تمس المصحف من غير حائل إذا كانت هناك ضرورة أو للحفظ يعني تحفظ القرآن وإذا خشيت أن يتفلت منها جمهور أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة يرون من الحائض والجنب من مس المصحف ومن قراءة القرآن وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الإمام الترمذي وكذلك ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وحديث ابن عمر هذا أعلّ أعلّه الأئمة كما قال ابن القيم وسبوع التي هو إسماعيل بن عياش فروايته عن غير أهل بلده روايته عن غير أهل الشام كأهل الحجاز والعراق ضعيفة كما نص على ذلك البخاري وكذلك أبو زرع الرازي فعلى كل إن هذا الحديث لم يصح لهذا قال الشيخ الإسلام لم يأتي نص صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن طبعا بدون مس بدون مس ولهذا رخص جماعة من المالكية وجماعة من الحنابل واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية أن للحائض إذا حتاجت أن تقرأ القرآن بدون مس أنه لباس لها أن تقرأ القرآن أنه لباس لها أن تقرأ القرآن لأن حيضتها ليست أو ليست بيدها بخلاف الجنب أنه يستطيع أن يغتسل ثم يمس المصحف ويقرأ القرآن والنفس تميل إلى هذا القول إن كان جمهور أهل العلم على المنع من ذلك هذه رسالة من متابع للبرنامج يقول هل يجوز للرجل أن يعاشر زوجته بعد طهرها من النفاس قبل أن تكمل أربعين يوما نعم إذا طهرت قبل الأربعين جاز لزوجها أن يقربها وجاز لزوجها أن يجامعها لكن إذا توقف الدم في الأربعين أيام هكذا دون أن ترى الطهر وأراد أن يجامعها منعناه من ذلك فيجب على الرجل أن لا يجامع زوجته إلا إذا طهرت إذا حكم لها بالطهري كأن نزلت القصة البيضة أو تجاوز أو تجاوز النفاس الأربعين يوما على القول الصحيح فهنا حكم وحكم الطاهرات وإن كنا نفضل له حتى لو حكمنا على المرأة بالاستحاضة أن زوجها لا يقربها لوجود هذا الأفع نعم جزاكم الله خيرا أيضا من الرسائل التي وصلت عبر الواتساب الخاص بالبرنامج هذه رسالة من متابعة تقول عندي بنت لا تسمع ولا تتكلم يقول الأطباء أنها تعاني من ضمور اليوم عمرها 16 سنة وتجيها الدورة الشهرية كيف بالنسبة لصومها هذه مسألة مهمة جدا سبحان الله الإنسان إذا بلغ سن التكليف وكان لا يسمع ولا يتكلم فكيف تجرى عليه التكاليف قال أهل العلم يجب على وليها أن يبين لها الأحكام الشرعية ولو بالتطبيق العملي ولو بالإشارة ولو بالإفهام طالما أنها تنظر المشكلة إذا كانت لا تسمع ولا تتكلم ولا ترى فهنا شدد بعض أهل العلم قال ينبغي أن تعلم بأي وسيلة فإذا عجز عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعى نعم جزاكم الله خيرا هذا السؤال مهم جدا سبحان الله ذكره العلماء نعم ومعنا أم محمد تفضلي أم محمد أم محمد أم محمد أنت معنا أم محمد يبدو أنها غير جاهزة تفضلي تفضلي الآن وصلت أم محمد تفضلي مثل ظهر الضحين على التلفزيونات والإداعات المسابغات يعني يجعوا ويعطونك مبلغ من المال يعني هذا الجزء بالمبلغ أو لا يجوز نعم شكرا يا محمد تسمعي إن شاء الله هذه المسابقات يختلف حكمها إذا كان هناك تنسيق بين الإذاعة التي تجري هذه المسابقات مع جهة الاتصالات نعم واضح إن شاء الله فهذا نوع من أنواع القمار فيمنع من فعله ويمنع من المشاركة في مثل هذه الأمور أن الإنسان يتصل وربما عشرات الألاف يتصلون من عجل أن يظفر الواحي منهم بالجائزة وتكون هذه الإذاعة قد كسبت يعني آلاف أو ملايين عبر الاتصالات هذا لا يجوز أما إذا كان مجرد أن يكون الرجل إما سالما أو غانما فهذا لبأس به وخارج عن قاعدة القمار نعم جزاكم الله خيرا هذا السؤال يقول رجل مريض وكبير في السن نعم هو لا يقدر على المشي هل يجوز له أن يتيمم؟ إذا كان لا يجد طبعا هنا في باب الاستعانة التي يذكرها الفقه في باب الطهارة هناك استعانة مباحة في إحضار الماء مثلا وهناك استعانة واجبة ولو بالأجرة إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فيستاجر عند الفقه ولو بإجرة من يوضئه لكن لو فرضنا أن هذا الشخص لا عنده أحد ولا يستطيع أن يتحرك وعنده تراب فهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يتيمم ويصلي إن شاء الله الفريوة نعم جزاكم الله خيرا معنا سعيد من رخية سعيد تفضل يا سعيد السلام عليكم واسمعنا عبر الهاتف يا سعيد تفضل اغلق التلفاز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعيد التلفزيون يشوش عليك هذا مقبرة عند بحث قبور والقبور عندنا كثيرا هذه جيدة نحصلها إلى المسيط أعيد السؤال فلوس عندنا بحث القبور القبور عندنا كثير نعم الجرية عندنا كثير عندنا القبور هل يجب أن يطولها المسيطة أو الخلية اللي يجب لها طيب طيب هذه الفلوس التي وجدتمها إن عرفتم هؤلاء المقبورين فإنكم تردونها إلى ورثتهم إذا عرفتم هؤلاء المقبورين مثلا وجدتم في كفا هذا الميت وهو فلان ابن فلان معروف قبر من هذا فتعطى هذه الأموال إلى ورثته لكن إذا جهلتم هذا الميت وجهلتم ورثته فتجعلوا هذه الأموال إما في إصلاح ما تحتاج إليه المقبرة أو تضعونها في مسجد من المساقد في شراء بعض مستلزمات هذه المساقد نعم جزاكم الله خيرا هذه أيضا رسالة من متابع لبرنامج يقول زوجته استمرت عندها الدورة شهرية أكثر من 15 يوم نعم سؤال الثاني هل يجوز له أن يجامعها؟ طبعا هذه المسألة مبنية على أكثر الحيض طبعا أكثر الحيض عند جمهور أهل العلم هو 15 يوما فإذا زاد على 15 يوما فتكون المرأة مستحاضة لكن الذي يعني أريد أن أنبه عليه أن المرأة إذا تجاوزت عادتها أو تجاوزت الدم مدة عادتها المعتادة يعني لو كانت عادتها سبعة أيام فتجاوز الدم وقت عادتها نعم إلى 15 يوم عندنا في مذهب الشافعية أنها تعمل بالتمييز إلى 15 يوم ما بعد 15 يوم تكون مستحاضة لكن الذي أميل إليه هو ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله في رواية وكذلك لعلام العثيمين وهو الأسهل والأرفق بالنساء أن المرأة تمكث قدر عادتها لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش أمكث قدر ما تحبسك حيضتك فإذا تجاوز الدم قدر العادة فإنها يحكم عليها بأنها مستحاضة وهذا هو الأرفق بالنساء لكن عندنا في المذهب أنها تستمر إلى 15 يوم نعم واضح ما بعد 15 يوم تكون مستحاضة فترة الاستحاضة هل يجوز لرجل أن يأتي زوجها يجوز عن جمهور أهل العلم متى ما حكمنا على المرأة بأنها مستحاضة يجوز لزوجها نياتية لكن كره ذلك الإمام أحمد نعم لوجود الأذى عندها نعم عوض من الشحر تفضلي عوض السؤال اللي سألت قبيل عن صلاة الجماعة نعم يقولون أنهم على مذهب الشافعي الجماعة هذا اللي يقولون أن صلاة الجماعة مش واجبة طيب 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 أنا أعلم ذلك أن مذهب الشافعي عندهم قولان في صلاة الجماعة بل زاد ابن القيم أن الشافعي في بعض أقواله قال بأن صلاة الجماعة فرض عين على كل العبرة بالدليل العبرة بالدليل والحق ليس منحصرا في مذهب معين لا في مذهب الشافعي ولا في مذهب أحمد ولا في مذهب مالك والشافعي رحمه الله تعالى قد نهى عن تقليده حتى الإمام المزني رحمه الله تعالى عندما اختصر الأمن الشافعي قال اختصرته مع علمي بنهيه عن ذلك ولما محمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ثم يذهبون لقول سفيان ثم ذكر قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ولما سئل الإمام أحمد في مسألة فقيل له إن ابن المبارك يخالفك إن ابن المبارك يخالفك قال وهل ابن المبارك نزل من الشماء فينبغي الإنسان أن يوطد نفسه على اتباع الدليل فإذا وطد نفسه على اتباع الدليل سلما من التقليد الأعمى والتعصب الأعمى نعم جزاكم الله خيرا هذا سائل يقول أنا مسافر من وادي حضر موت إلى الساحل هل يجوز لي أن أقصر في الصلاة سؤال الثاني هل يجوز أن أجمع صلاة الجمعة مع العصر نعم بالنسبة للقصر هذا إذا سافرت إلى المكلة فإن جمعت الإقامة فوق أربعة أيام فعليك بالإتمام ولا يجوز لك القصر وأما إذا ذهبت إلى المكلة وسافرت إلى المكلة من الوادي ولا تدري متى تقضي حاجتك في المكلة عندك مرض عندك متابعات فلك أن تقصر ولك أن تجمع عند الحاجة إلى أن تعود إلى وادي حضر موت هذا خلاصة الجواف في هذا السؤال بدون إيطالة نعم جزاكم الله خيرا أيضا عبر الوادساب الأخ عبد الله اليزيدي يقول هل هناك فرق في أجر القراءة من المصحف والجوال لا فرق في القراءة بين المصحف والجوال وإن كان بعض أهل العلم يقول القراءة من المصحف أفضل بأنه موضع القرآن المصحف والمعتاد ولكن في الجوالات أيضا ميزات سرعة التنقل وسهولة القراءة في ذلك وربما يقترم بذلك وجود التفسير فالعبرة بالخشوع والعبرة بالاستحضار وليس بكون القرآن في هذا المجلد أو في داخل الجوال نعم معنا أبو جابر من شبام تفضل يا أبو جابر السلام عليكم جابر تفضل السلام عليكم عليكم الشلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا جيخ يا هلا ومشهلا يا مرحبا في سؤال أحد من أخوه يسأل هو شوي تعصب على ولده وتعصب عن حرمه وقال أنا بأطلقها يعني يقول كده يقول لأمه أنا بأطلقها ما كانت موجودة في نفس القرآن تمام تمام يعني أنا بأطلقها أيها أنت أعدي طلبه وكان مجمع وكان يعني حرارة طلبه طيب تسمع يا أبو جابر الوعد بالطلاق ليس طلاقا لو قال الرجل لزوجته سأطلقك أو بأطلقك هذا وعد بالطلاق وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الوعد بالطلاق لا يعد طلاقا وعليه فما تلفظ به هذا الزوج تجاه زوجتي أنه يريد أن يطلقها ولم ينجز الطلاق فهذا لا يكون طلاقا عند أهل العلم نعم جزاكم الله خيرا الأخ عبد الرحمن محمد صالح أيضا من المتابعين للبرنامج يقول نصيحتكم لمن يقومون في المساجد ويسألون الناس الأصل ينبغي أن تحد هذه الظاهرة المساجد لم تبنى للتسول نعم وأنا في زيارة الأخيرة للمملكة العربية السعودية وجدت على أبواب الجوامع يعني منع من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالفعل الآن صارت المساجد كلعا مباحا كل من يريد يتسول يذهب وهذا ربما يمثل وربما يخادع فلا ينبغي أن تتخذ المساجد لمثل ذلك وإن كان لأمر عارض لا بأس بذلك أن الإنسان إذا حلت له المسألة أما أن تكون المساجد وكرا ومحلا للتسول بهذه الطريقة فأرى أن مدير الأوقاف وزير الأوقاف يصدر منعا بمنع التسول في داخل بيوت الله عز وجل فإن المساجد لم تبنى لمثلها نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح عمر الشرفي إمام خطيب مسجد جامع عمر بن مكلة بارك الله فيكم شيخ نفاق بارك الله فيك وفي جهد الإخوة أيضا في القناة نعم كما أشكركم عزائي المشاهدين على المتابعة نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم حتى ذلكم الحين هذه تحيات طاقم البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة